مساء الخير جميعا أهلا وسهلا فيكم أنتوا على هوى شام FM عم تسمعون عبر الترددات بكل المحافظات السورية كمان تحياتنا للمتابعين عبر تلفزيون شام FM عم تشوفونا عم تسمعونا عبر الترددات كمان بكل المحافظات السورية أهلا وسهلا فيكم جميعا مبدئيا بالإخراج أحمد يوسف معكم أمام المايكروفون عطيه عوض وأنا مستعجل بدي أقدم طيف طيلا بدي أستغل لدقيقة معي للأمانة هو لقاء منتظر أتظر عطتنا موعد أتظرنا هذا الموعد إجا هذا اليوم البس تيابي الجديدة لأنه أنا عندي عيدين غير أنه عيد شام FM والله وجود عامل لي عيد فأيه البس تيابي الجديدة هلا في ناس حتقول عم بيبالغ وما بأعرف شو أي عم بالغ أي عم بالغ أنا عم بالغ وعبالي بالغ لأنه كثير بحبه كثير بحترمه إذا بدنا نحكي عن النجمات فهي نجمة فعلا النجمة وإذا بدنا نحكي عن الجميلات فهي جميلة نحكي عن الإبداع فهي فعلا مبدعة نيال الصحفي اللي بيقالها تفضلي بنعمل معك حوار بتقول له إيه نادين تحسين بيك نادين بتقول له إيه إنه إيه موجودة معنا اليوم النجمة السورية نادين تحسين بيك أهلا وسهلا فيك شكرا فيك عطية شكرا كثير لألك أنا لنيالي بكثير لألك يا رب كاتب مقدمة ما قريتها خلاص بلا حق اللي يتحبيون قلت بدي أمسك وراء أقول وهي التي لا لا دم أحبون حلوين تيابي بجنن أدو وعلى عين فعلا دايما أنت تسألي هذا السؤال بكل مناسب إطلالاتك الإعلامية نادرة وأنت بتقول لي والله أنا يعني نفس الحالة دايما بتسأليها بس أنه هاجرع سألك نفس السؤال بس الفكرة أنه بتحسي يعني خطر لي سؤال آخر أنه بتحسي حالك حرة باللقاءات صريحة تقدري تجاوبي عن جد بكل صراحة ولا لا لهيك بتقولي خلاص أنه ما لي خلق لا بحس حالي صريحة أكيد ما بقدر كون غير صريحة يعني ديقول الحقيقة يمكن لهيك ما بحب أعمل لقاءات أنه ما بحب أكذب بقدر الفنان يكون عنده هاي الحرية التعبير يطلعي يعني كنا بهذا الحديث مؤخرا أنه إحنا ما كتير عنا شخصيات مؤثرة إذا منحكي عن صعيد الشخصيات الفنية لأنه في خوف أنه الشخص يعطي رأيه كرمال ما يخسر فئة من الناس أو ما يفهم غلط خصوصي أنه اليوم يمكن الفنان بيقول به جملة عادية بتأخذ عليه فما بالك يطلع بده يعطي رأيه بقضية عامة مثلا بقضية رأي عام صح أنا بعتبر أن القصة العلاقة بالطريقة اللي أنت بتعبر فيها عن رأيك يعني مو هو الرأي المشكلة الطريقة اللي أنت بتعبر فيها عن رأيك ممكن أن أقول لك أي شيء أي جملة آسية بالعالم بس بطريقة كتير لطيفة ممكن توصل لك برياحة بدون ما تزعجك بدون ما تأثر عليك سلبا فأنا المشكلة أني بحب أن يكون صريحة واضحة كتير ومو دائما عندي الإمكانية أن يقولها بطريقة لطيفة تتقبلي صراحة الآخر؟ أي ما عندك مشكلة ما عندك مشكلة أبدا هذا رأيه بالمحصرة أد ما كان جارح الرأي أد ما كان مباشر أي طبعا مو من صفات السرطان على فكرة هذا تعلمت هاي ما العلاقة بالسرطان هاي العلاقة أنك أنت كل شيء عشته بحياتك شو تعلمت منه تعلمت أنه أنا بدي قبل الآخر شو ما قال لي وبأي طريقة اللي إعها أنا هذا حقه بالمحصرة كمان حقي أني أنا أكون صريحة واضحة ليش الناس بتحب حكياتك؟ يعني والله ما بعرف مع أنه أنا مالي مرأة في يون كتير أنت ما هاي صرطان هاي رجعنا لبرجة الصرطان كله يقال لي يتسلم لي عينها حكياتها شو حلوين من انتظر لقاءاتها يمكن لأنه نادر اللقاءات أعتقد هذا بيأخد جانب بس كمان لا اللي بينحكي فيه على ما يبدو يعني يعني بعم يطرب الناس ألو علاقة بالصراحة ألو علاقة بشخصيتك أنت والله بيسعدني هذا الكلام أنا يمكن كمان سبب من الأسباب اللي ما بيخليني أعمل لقاءاتي أنا بخاف أن الناس مثلا ما تحب الكلام اللي أنا أحكي أو أسلوب حكي يتنفر مني تدائع مني كمان هذا سبب من الأسباب يمكن بيخليني بععد شوية أنا الصحافة يعني كم سنة صاروا سنة التنفيل واحد وعشرين بعدك بتخافي من رأي الآخر أو الأحكام يمكن بمطارح معينة بخاف لا مو أصدل بخاف من الأحكام بخاف من السبب تبع الأحكام يعني أنا بكون المسبب بخاف أني أنا أفشال بخاف أني أنا أختي خطوة ما لا صح أكيد بيهمني الرأي الثاني بس بيهمني أكتر أني ما كون أنا المسبب بهذا الرأي طالما عم نحكي عن الآراء والرأي عم نشوف حالة ما بارف شو ممكن نسميه على وسائل التواصل الاجتماعي بعدين نحكي عنك أنت كيف عاملة هيت توليفة الغريبة العجيبة بس منشوف كتير الناس يعني في شي مانو مفهوم يعني كيف تجرى حب تشتم أنه تحت بند حرية التعبير نحنا محدثين نعمة حرية التعبير نحنا عن جديد صارت عنا فنحنا صرنا هيك عم نكتب ولا لأنه محؤونين ومضغوطين فعم من فيش خلقنا بهالممثلين هلأ بعتقد القصة صارت العلاقة بأنه أنت من زمان الممثل كنت تحس إليه قيمة أكبر لأنه كان وصولك لإله كان صعب كان أصعب من هلأ بكتير اليوم بساطة القصة وسهولتها أنك أنت توصل لصفحة الممثل وتوصل رأيك لإله يمكن هذا الدافع بيخلي الواحد أنه يتعامل مع القصة بهذه الطريقة حتى نحنا فعلا كان إنا قيمة أكتر يعني تواصل اجتماعي بجوز خفف من هاي القيمة فصار بيقدر يتعامل معه للممثل على أنه أي حدا ويمكن حتى بلحظات هو ممكن يسيء لإله لحتى ما بعرف شو الأسباب بس يعني سأنه أنا موجود ما بعرف ما عمدر أفهم ليش الإساءات بالكلام يعني أنت تكون ما رشي بالشارع بتشوف حدا ما فيك تسيء لإله ما فيك تهينه فكيف حدا أنت بتعرفه من زمانه بتشوفه وتتابعه وبتتابعه يعني بتهتم بأخباره وتشوفه بالشارع بتتصور ممكن جمبه بتشوفه بسلسلاته وإذا شفته بالشارع ممكن تتصور معه بس بلحظة أنت بتسمح لنفسك أنك تسيء لإله هذا مو من حقك مو من حق أي بني آدم بالعالم يسيء إلى أي بني آدم لذلك أنا ما كتير بحب مواقع التواصل الاجتماعي هلحكي عننا بعد شوي بس بعدك ما بتتصوري مع الشباب لا هلا يا جماعة الخير بال2009 شفتها الندين تحسين بك قلت لها لقاءات لي ما بعمل لقاءات طب صورة لي ما بتتصور مع الشباب راحت العقدة هاي ولا كنت أصغر هلا على كبر منبسط إذا الشاب قال لي طيب هالشاب اللي حليوة سومر حاتم ننقرب شوي سماعة بس لك تسمعي تقرير بصوت الزميل العزيز سومر حاتم هناك من يترك أثر الفراشة لكن لها أثرا خاصا يشبه زهرة التوليب الزهرة المعروفة بخجلها ورونقها الذي يلامس القلب هي كذلك ندين تحسين بك نعم ندين تحسين بك التي لم تتكئ على اسم ثلاثي في مسيراتها على الرغم من دعم والدها الفنان الكبير حسام تحسين بك بأرض خصبة نبتت تلك الطفلة الصغيرة بمثلسل أيام شامية لتكمل أيامها الفنية بمنتهى الشغف والإتقان لتخط أحلاما كبيرة لسلمة التي أزالت الكثير من أشواك الدرب الصعب بنجاحها بمثلسل أشواك ناعمة ولا يمكن أن يمر دور مونة بمثلسل غزلان في غابة الذئاب دون التوقف عند مشهدياته العالقة في الذاكرة حتى اليوم لتتراكم الأدوار لبنة فوق لبنة في مسلسلات زمان العار وليس سرابا وصولا لضب الشناتي وورد الشامية وسوق الحرير وغيرها الكثير من الأعمال لتترك مسافة أمان تبعدها عن أي فشل قد يحدث في كواليس حياتها الشخصية سيدة تطوق أخبارها وتقلل من ظهورها في الإعلام تدرك جيدا أن الورودة تزرع وتروى وتنمو لكنها لا تزهر في كل المواسم شكرا لزميل سومر حاتم كثير بيشبهك هذا التقرير و هذا الكلام كثير حيل كثير بيشبهك كثير حيل لا أكثر من عطاني أكثر من حقا شكرا ركز سومر على فكرة الإسم الثلاثي دائما وأبدا ابن الفنان طبعا أنت اليوم هذا بتيحكي فيما سبق لأنتي اليوم نجمة وإليك اسمك وأثبت حالك ولكن دائما بينحكي عن فكرة أنه أنت نياله ابن الفنان أو واسطة وإلى آخره ولكن قل لي ما ينحكي عن الظلم اللي بتعرض له ابن الفنان ممكن هو الشخص ينظلم لأنه ابن فنان ممكن أحيانا مثلا ما ينطلب على أعمال لأنه ابن فلان ممكن يكون في خلافات مثلا على سبيل المثال ظلمك هذا الموضوع بمطارح معينة قبل لا لأنه بابا أصلا ما عنده خلافات مع أي أحد يعني بابا شخص كمان بيحاله كتير بالوسط الفني فهو أحد بس بيشتغل بيرجع على البيت خلاص بس رجع على البيت طلع برات هاي الدائرة كلا ياته فما عنده لا علاقات قوية لحتى يعني مشاكل مع أحده واللي كان عنده ما هو علاقات مباشرة كانت علاقته كتير مني حمام فالحمد الله أنا بالعكس يعني أضاف لإلي اسم بابا أنا بعتز كتير بأني أنا بنته لحسان تحسين بيك بس ما كنت حابة يستغل هذا الشي يعني هي ما الفكرة أني أنا بععد عن أنه أنا بنت حسان تحسين بيك بس أنا ما بدي يستغل اسم حسان تحسين بيك أنا تسؤال حدا بعت لي صفنتك بتسمت يعني حدا بعت لي أنو سألة بين رزان بأشواك ناعمة وروضة بزمن العرض طبعا رزان اللي كانت كتير بتضحك في جعباتها مختلفة روضة اللي شعارها خود من الحزم عود والباقي تنتعوا لقرود أو نهاد بمسافة أمان شو الشخصية الأقرب لنادين تحسين بيك مو كأداء هي اللي بتشبهها هنين كلون هلأ رزان يمكن وقتها وزعت لي سترشها لأني أنا كنت هيك بالحياة بضحك كتير فعطتني الشخصية لقلي بس ما حقلها كنت أرجع أبكي بالبيت لا أنا قلت عن مفروض طول الوقت سألي لها الضحة تبع على رزان شو كانت ممنطقية طيب روضة ما بتقاطع معها بأشياء يعني كتير بس يمكن هاي اللي بتحسين الحياة دعكتها تماماً يعني يمكن يعني شوي تجارب الحياة قوتني بس ما بشبهها كتير لرودة يعني صعب بشبهها لرودة يعني حتى لو أنا اتفقت معها ببعض الأفكار ما فيني طبق نهاد هذا الثبات اللي عنده تصرف على نهاد بالعمل وقت تعرضت رائع رائع فجت لقلبني قليلة أنه هذا الصمت العقابي اللي عملته أنا بشك أنه أكيد فيه يعني البشر بيختلفوا بس هي هي الشخصية أنه ثبات رهيب بنظرة العين بالأتيتود حتى بالكيف تعود يعني وقت تعرضت للخيانة ما عملت أي شيء يعني عملت الغير متوقع منها وما عملت شيء وعملت له صمت عقابي لزوجها هذا أقوى بيجي من أي شيء فعلا هذا الصمت أقوى من أي شيء هو بيجي أقوى بس أديش فيها الأنثة تعمل هيك يعني أديش هي قادمة فيها الأنثة تعمل كتير أشياء أف أنثة كتير قوية وبدأت تعمل كتير أشياء ما عاتبت تشبهيها دني هاد حصلنا على الجواب طيب ماشي أنت أساسا حتى في كتير ناس بعتولي اسألة عن تجربة الأمومة كسينجل مام وكأنه هو شيء كتير صعب يعني بقصد من هلأ بقراء لك الرسائل أنه كتير أنه الولد وقت يكون محاط بأب وأمه وعائلة وإلى آخره هو صعب فعن بالك سينجل مام مع سيدة كمان ظرف شغلة صعب بمطارح معينة ممكن تضطرت بعدي إمتي لفترات معينة عن بنتك لمارا كيف وهلأ خمس سنين وشوي صار عمره ما هيك العمر كله يا رب والله يشعلي لك يا كمان عمر حساس كيف عم تتعاملي مع هالبنوتة الحلوة بهذا العمر الحساس خصوصي قد يكون في تصوير وقت تتبعدي عنها هلأ لأحكي لك شغلة لما كانت لمارا لسه منطب السنة أنا طلعت تقريبا تلت شهور صورت بالسويدة مسلسل هواجس عابرة أول سفرة سافرت كنت لساتني من زوجي بوقتها أول سفرة سافرت رجعت على البيت كانت قادة بالعربية فأنت تلت للمارا طلعت فيني بعدين دارت وشة عني ومعد رضي التحكي معي تعودت شوي شوي صارت تعتاد على الفكرة فاليوم لمارا متعودة أكتر أنه أنا صارت بتعرف الظرف الشغلة أنه أنا بطلع بغيب فترات طويلة وبرشع ولكن هاي القصة رغم أنها هي هلأ تعودت عليها كتير راجعة من فترة قريبة بعد ما أنا سافرت على دبي ورجعت ما عم ترضى تفلتني يعني بس بجي بدي غيب شوي يعني البيت تقف عند الباب وصار عندها خوف فوقت الشغل كان ما عندي مشكلة أبدا هي متعاطية مع القصة بشكل طبيعي ودائما مقضيته مع بيت جدة وابن خالة اللي صغير اللي من نفس عمرها فعم تتسلى كانت يعني وبعرفها بأمان يعني ومحقق لكل شي بس هلأ من جديد يعني ما لعم ترضى كتير بالفكرة أحيانا أمكون على الهوى ساعة طالع هيك الظهور ساعة إذا عندي شي كبحياتي الخاصة كركبني بظل كركب كل هالساعة لأطلع لزبط الوضع يعني أنت ممكن تضطري تغيبي شهور أو لمعارة بعيدة كيف أنت كيف بتكوني عم بتصوري وبالك أنا ما بكون منيحة أبدا يعني كتير متعبة لقصة نفسيا إيه كتير متعبة أنا بظل بالي عندها طول الوقت مع أني بعرف أنه هي مرفهة كتير مدللة كتير ومحققة لكل شي يعني بس أنا بظل بالي عندها لأنه في تفاصيل هي معودة تعملهم معي مثلا فهي التفاصيل بظلني آكلها ما فيها وخاصة أنه هي من الولاد اللي أصلا بيعزبوا يعني هي بتعزب بالأكل بتعزب بالنوم هي شخصيتها لزيزة وظريفة وقوية بس هي عندها هال كم قصة اللي بتعزب فيهم يعني فلما سافرت ما كنت عم بعرف مع أني بعرف أنه أمي نايمي جنبها بس أنا ماري مرتاحة وعلى صعيد الأداء إذا نحنا عم نحكي عن التمثيل يعني هذا الشي بيخدم شو في أنا هالسؤال بس بيخدم عفقرة سؤال ممتاز لأنه أنا صار فيني شي أنا استغربته وبعد ما أجيت لمارا كان في كتير أشياء أنا بالشغل بيستصعبها وما بتطلع معي بسهولة في مناطق جواتك ما كنت أنت للصواصلة بعد لمارا حسيت أنه هاي المشاعر اللي جواتي والمناطق اللي أنا ما كنت قدراني أن أصلى صارت بين إيدي وصارت سلاحة كتير قوي وغريب المشاعر اللي صارت جواتي مع أنه كانوا من قبل يقولوا عني أنه أنا حساسة كتير بس اللي صار أقوى من فكرة هذه الحساسية صار في مشاعر ما بعرف ناطجة أكتر وبتفيد وبتخدم الشغل بطريقة فضيعة بتعبني لألي بس هي بتفيد الشغل بطريقة فضيعة مرة سألت ست مونة واصف من سلم عليها والله يطول بعمره يا رب هلت بتتذكري حدا أنت يعني مشاهد البكي اللي بتعمليها مثلا شو هاد يعني مشاهد الماستر خصوصي قالت لي لأ يعني أنه بيستحضر الشعور بس صح إذا تخيلت الشخص أنا ما بعود ما بعود أدراني هاي الشغلة عزبتني فترة طويلة فكرة الاستحضر يعني أنا كنت فهمه عن الموضوع غلط شوي هاتي لا أشوف لا بجزء مع غيري بتزبط بالنسبة لألي حسب تجاربي أنا ما ضبطت معي أنا الاستحضر كان يعرقلني ما أدر أشتغل وما يطلع معي شي الشيء الوحيد اللي كان يخليني أنجح بمشهد أو بإحساس هو لما أنا بصدق الحال كتير اللي أنا فيه من دون ما تذكر أي شيء بالعالم ولا استحضر قبل ولا بصير تكنيك أكتر بصير على ما قصة تكنيك فيه ممكن تكنيك بس وفيه فيه تسديق كتير للحالة والإحساس اللي أنت فيه هذا أكتر شيء نفع معي جاهزة لتبكي دائما؟ لا أنا حدا بصعب بصعب أني بكي ما نكبكاء أو هو لا كتير انضغت 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 حتى ما بينزله بالأحوال الطبيعية يعني كتير صعب هيك لا لا ما بينزل بصعب يعني ما أنا بقول نيال اللي بيبكي نيال اللي بيفرر لا أنا كنت قبل لما كنت أصغر كنت بكاءة كتير يعني إذا بتنكشني لا 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 ما تغريب ببكي هلأ بعد التجارب بالحياة صارت القصة كتير صعب أن تصير معي كيف الشخص ممكن يفوت لحياتك هذا السؤال سأسألك ياه بس قبل أنا ما شوبتي والله حموت شوبتونا نحنا قالنا هي بردة أنا اللي طفيت أنا اللي طفيت هلأ نرجع من نطفي تامر الزميل تامر سليمان صحفي بالإمارات أنت حتسمع بتك حطي سماعات أربع أسئلة تامر بدي سؤال بعت لي أربع أسئلة بس تامر بيحقله لأنه فعلا يعني من المحبين كتير لألك هلأسمع أسئلة الزميل تامر مساء الأنوار للزميل عطي العزيز أنا متأكد من الستوديو منور بوجود الممثل المتقلق والمبدع والأقرب إلى قلبي وذوقي الفنينا دين تحسين بك طبعا إلي الشرف أني عم بتواصل مع حضرتك وحتى لو كان عن طريق تسجيل صوتي أعطيه على علم بكمية الإلحاح بالأشهر القريبة اللي كانت بني أتواجد معاك بطريقة بسيطة عبرها المقابلة معاك تامر سليمان ممثل وصحف فلسطيني مقيم في الإمارات بداية رح أقول لك ألف ألف مبروك حصولك على الإقامة الذهبية وإن شاء الله بتكون فاتحة خير لأعمال عربي رخمي بقلب الإمارات السؤال اللي بترح نفسه هون هل ندين عندها مخططات بالانتقال للإمارات بالسنوات المقبلة حتى تفتح لنفسها أبواب للتواجد في السوق في سوق التمثيل الخليجي أو العربي بالمجمل كون دبي أصبحت بالسنوات الأخيرة مجمع للثقافة والفن وهون بترح سؤال آخر أين تواجد ندين تحسين بيك في الدرامة العربية المشتركة أو المصرية أو الخليجية مع العلم أنك شاركت مؤخراً بمسلسل عهد الدم وكان بطولة سورية بحثة في مسلسل عربي مشترك شو صار بعدها أنا بعرف أنك انتقلت لمسلسل حرط القبة وللاءة كمان صدق جداً واسع لكن هل عهد الدم لم يفتح أبواب لندين تحسين بيك في الدرامة العربية المشتركة أو ندين مبعد عن هاي الأعمال أو ندين ترفض هذه الأعمال حابب جداً أعرف أشياء معادلة بالضبط سؤال الثالث هل تعتبر نفسك نجمي مظلومي كون يومياً أنا بس سمع وبقرأ على النت كومنتات وتعليقات كثيرة تقول أنه ندين تحسين بيك تستاهل لقب ممثلة سوريا الأولى بجانب كريس بشار وسلافة معمار وسلافة خرجي وأسماء أخرى لأنه ندين من سنوات طويلة تشتغل في هذا المجال وأعطت أعمال بشغف وبحب للدرامة السورية وأعطت أدوار فانطبع بالذاكرة كمسلسل أرواح حارية وكمسلسل مسافة أمان وزمن العهر وإلى آخره من الأعمال التي اشتغلت فيها فهل تعتبر نفسك مظلومي؟ وإذا أنت اللي ظلمت نفسك أو المخرجين ظلموك أو المنتجين ظلموك أو الوسط الفني بالمجمل داخل سوريا وسط ظالم وزيادة على ذلك السؤال الأخير حابب أعرف من هو المخرج اللي اشتغلتي معه ولقيت نفسك أكتر شيء أمام عدسته وتحت إشرافه وممكن يكون مخرجي بلقس الوقت مع العلم الليك اشتغلت مع عربية المخرجين في الوسط السوري وهل هناك مخرج يعني بدي أعرف كمان إذا في مسلسل معين لفتك في السنوات الأخيرة أو في رمضان الأخير دور حبيتي أنك تشتغلي أو مخرج حبيتي تشتغلي معه هذا هو المجمل شكراً وبأتأمل أني مرت عليكم مرور ظريف يعطيكم العافية أكيد مرورك ظريف تامير ظريف رائع شكراً كثير لألك يلا حنبل ليش هاجع زكريك بالأسئلة أول سؤال عن الإمارات هل يعني بعد مبروك الإقامة الذهبية قبل ما أسأل سؤال تامير في البعض عم ينتقد فكرة الإقامة الذهبية وكأنه نحن الممثل صار عم ينباع لسوء الخليج يعني هيك العنوين العريضة عرفتي وأخدوا النخبة والله أعلم شو في وراها الصفقة يعني في ناس سموها صفقة وقالوا الله أعلم شو في وراها لنشوف شو مخبيتلنا للأيام شو رأيك بهذه الحالة؟ أنا هذا كلام كله ما بهم يعني بيعنيني شيء واحد بس أنا بعرف أنه أنا كممثلة ممكن يجيني عمل بدبي تصويره فأنا الإقامة الذهبية بتيسر لي هذا بكل بساطة هذا الشغل يعني ممكن يكون عمل سوري عم يتصور بدبي موضوع بيصير أسهل بالنسبة لي لا لي داخلي ضمن صفقات ولا ببعو بنشارع ولا لصة تبيرة كل الإبت يعني ما لي شايفت بهاي الطريقة أبدا أنا شايفت بطريقة عملية كتير الأستاذ زهير رمضان من سلم عليه هو كمان تصريحه قال أنا لا أقبلها حتى ولو عرضت علي برفضها وأنا المواطن العربي السوري هذا رأيه وأنا بحترمه يعني بس احتمال اللي ناسبه ما يناسبني أو اللي بيناسبني ما بيناسبه يعني هلأ أنا بعرف شيء واحد أنه نحنا كفلنا هنين عم ننفتح العالم العربي كلياته والأعمال عم تكون مشتركة ونحنا فعلا بحاجة أنه أشياء تيسرنا هذا النوع من الشغل يعني فالإقامة الذهبية هي واحدة من هاي الأشياء طبعا سألك عن إذن ممكن يعني منطلاقها من هذا الجواب إذا ممكن في أعمال ممكن يعني أنت مانك لا مبعدة ولا عم ترفطي لا لا ما قصة مبعدة يعني هي القصة ممكن تكون بسوريا نفسها أعمال سورية ما يشوفوني فيها الكاتب إلو رأي والمخرج إلو رأي والمنتج إلو رأي لما أنت بتكون كاتب شخصية وفي سمات معينة لأي الشخصية وفي مخيلة خاصة عندك أنت وبصير في نقاشات عنه ممكن أنا ما أكون مرأة أساسا يعني بزهنك هذا ما بيعني أني أنا ممثل فاشل أو ممثل مبعد أنا مو مكاني هون ما شافوني هون هي هيك القصة طيب جاكي عروض أنت ما شفت حالك فيها لأعمال عربية مشتركة بالخارج عمل اي في شو هو هنا نعرف لا أو لا حلو يعني بلش المسرسر طالما ما حتقولي شو هو ليش أفطي لأنه مو مكاني يعني الشخصية ولي مش يجي أنا بديها لا لا مو الشخصية شو دقيقة لا لا شخصية حق يعني عن جد شخصية ما بتقدم لي شي يعني بس كمان النجم السوري طبعا تامل ما تفكرني أنا بس عم بستطرد شوي رح أرجع كفي بمحاورك بس كمان النجم السوري كان مرة فتكة عنا مشكلة طبعا هم عم بحكي سراع سوري لبناني أو سوري مصري عم بحكي بشكل عام أنه في بعض الأسماء مثلا بالأعمال العربية مشتركة صارت تنذكر قبل اسم النجم السوري على الرغم من أنه بعده بمراحل يعني يعني لك هذا الموضوع يعني أنه ما تكوني اسمك ولا أنت بتشترطي أنا ما بشترط لا التركية لزول أنا وقت بشتغل ما بشترط شي لا هنا ولا برا ولا بي ما بشترط ووقت ما ينذكر صح ممكن يكون أنا غلط يعني ممكن أنا أكون غلط أنا ممكن أسأل بعدين على فكرة بتذكر بعد ما وقع العقد وصور ثلاثة أربعة أشارة أنا ضحيق أشارة يعني في غيري بيشترط وهذا حقه الطبيعي لأنه هذا جهده وتعبه واسمه وإنت أوقات إذا ما بتلاحق حقك ما حدا بيعطيك وهذا اللي بيصير بالأغلب يعني نادرا هنا الأشخاص اللي بيحترموا نفسهم وبيعرفوا كيف يعني يقدروك ويحطوك بالمكان اللي بيناسبك تعتبيه يعني بترفعي سمعت التليفون بعد ما لا أنا برفع سمعت التليفون وبتشكر ما بعتب وقت اللي بيعمنوا شي منيح معي بتشكرهم وقت اللي بيعمنوا معي شي منيح ما بعتب بس يعني 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 بدون نحن بالحياة تعودنا على الأشياء اللي مالا منيحة فما بعتب على حدا هل بتعتبري سألك سؤال تاني هل بتعتبري حالك نجمة مظلومة طالما هو يعني كان عم بيقول أنه عم شوف دايما على الانترنت الناس بتقول أنه تستحق أن تكون نجمة سوريا إلى جانب النجمات خلص ما نعتم علي مظلومة أنت ما بتعتبري أنا بيهمني الناس الناس عطيتني حقي خلاص لا بيقول وتستحقوا كأنه أنه لازم تكون بتحسي الإعلام يمكن أحيانا بيظلم يعني أحيانا هو بيصدر أنه نحن عن نجمة ونجمة اثنين وثلاثة عرفتي يعني أنا لليوم وبينسوك مثلا مرح أقول في فنانة دايما مرة دقتلي يعني نجمة كمان قالتلي ما بفهم أنه نحن عننا غير سلافة وسلاف وكاريسي والله في ليش أنتوا بس بتصدروا هذولة ثلاث أسماء تحسي الإعلام كمان بيلعب دور والله ما بعش بدي إليك أولا إسماء تستحق أن تنذكر طول الوقت يعني مكانتها عالية ومهمة ومحق نجاحها بجهد عالي وعظيم جدا يعني وأن النجمات صف أول الإعلام بتصور هلأ الموثل أو الفنان أو أي حدا ما عد ناطر على الإعلام هو بيشتغل على الصفحات وجدت لهذا السبب يعني أنت بتسوق لنفسك اليوم إذا كتير يعني لك الموضوع وبيهمك أنت قادر أنك تسوق لنفسك وتحط نفسك بالمكان المناسب وتشتغل على حالك وتوصل للمكان اللي أنت بتعتبره أنه هذا بناسبك وأوقات ممكن تأخذ مكان يعني هو أكبر من اللي بيناسبك صح فالإعلام هلأ اليوم له أهمية طبعا بس هذا ما بيلغي أنه الفنان نفسه بيقدر يشتغل على القصة ووصل للمكان اللي هو بصدر الصورة اللي فلو أنا بدي أتعامل مع حالي على أني أنا حدا مظلوم كنت اشتغلت على حالي على السوشل ميديا وما كنت نطرت حدا يعني ينصفني كنت أنصفت نفسي بنفسي قوية والله أنك قوية حتى هاي المعادلة أنا يعني مثلا بصراحة لقيت عندك وشوي عند سولافة اللي هي أنه ما في هذا النشاط الهائل على السوشل ميديا أبو صورة صورتين كل سولافة معمار شغلة يعني شغلة عظيمة وانتي عندك ما في هذا النشاط الهائل على السوشل ميديا ومع ذلك لكم مكانتكم ونجوميتكم وما فدتوا يعني ما فدتوا بهي اللعبية لأنه دايما بيقولوا أنه لازم السوشل ميديا لازم الإنستجرام في سرق بيني وبين سولافة معمار سولافة معمار يعني حكي كلام تاني يعني نجمي بجميع المقاييس يعني وإلى هيك مكان ما حدا بيقدر يوصل ولا حدا بيقدر يتقارن فيه أنا بالنسبة عندي أنا بشوفها بمكان هيك ما بتتقارن مع حدا لحالة شو سرة لهي الأنسانة لأنه إنسان يعني هي مو بس نجمة وفنانة عظيمة هي إنسانة مهمة كتير هي حدا متوازن جدا هي حدا طبيعي كتير هي حدا على قد ما لم توقع من حالة أنه هي تنجح فهي متوازنة وهي ما صابتها الأمراض اللي بتصيب عادة شفتي شفتي جبينا بحارة الأب أنا شفت شغلة بحارة الأب أنا ما بدي شوف شي تاني أنا بحارة الأب كان كنت فعلا ما عم شوف شي تاني غير الطاقة الهائلة اللي عم تطلع أنا ذكرت بطريقة حلوة لأنه هي الناس علقت أنه شوفوا المدام سلافة كيف ولا عظيمة هي عظيمة أنا بالنسبة لي هي بتعرف أنتو صحبة صحبة يعني أنه علاقتي فيها كتير وانا بحبها كتير كتير إلى مكاني كتير كبير وإلى احترام كتير كبير مني وهي حتى من الأشخاص اللي أنا ممكن إذا بدي سر بشي كنت أقول لي كنت أذهب إلى عن سلافة ساعة سنة بتتقاطعوا كمان بحياتكم يا ريت طيب طيب بس برجع لأصل الحديث العلاقة بالسوشال ميديا شي كتير حلو عن جد أنه رغم أنه ما في هذا النشاط على وسال التواصل بس في مكانة في مكانة كبيرة عن المخرج سألك مين المخرج اللي يعني أكتر مخرج حبيتي تشغل معه ومين المخرج اللي بتطمحي لتشتغلي معه هلأ إذا بدي سمي أسماء احتمال أنا كمان إنسى مس هلأ في ناس بتشوف رشا بتطلعك بطريقة رائعة هلأ كل حدا له أهميته كمخرج ولو خصوصيته كمخرج في شي أنت بتحب هذا الشغل مع هذا المخرج بسببه مدام رشا هي فعلا بتطلعك حدا تاني وهي حدا فعلا عنده قدرة على أنه تقود ممثل وتصنع نجم حقيقة و حدا خلاق بكل معنى الكلمة يمكن يكون الشغل معه شوي متعب لأنه هي بتطلب منك الأكتر والأكتر والأكتر هذا بيتعبك بس هذا هو اللي بيفيدك فلزالك نحن ما بنشتغل نتعب بس منكون قمة المتعة تبعنا لزالك أنا بحب كتير أني يشتغل معه وستمتع كتير بالشغل معه أستاذ مصنة صبح يعني كمان حدا بيشتغل ممثل وحدا يعني عينه حلوة وشغله حلو والتعامل معه لطيف كتير وحتى في سلاسة بالشغل وفي خفة في رواء في رواء أنا معه بقوم كمة الرواء رحلة بتحس حالك رحلة في كتير مخرجين الأستاذ حاتم علي الله يرحب الله يرحب كان من المخرجين اللي موت رعبة لما أشتغل موت رعبة بس كون صحيح كان قاسي باللوكيشن كان قاسي بس مو مع الكل يعني هو كان يعرف كل حدا كيف يتعامل معه كان يعرف أنه فلان ما يتحمل القسوة أنا واحدة منه فما كان يكون قاسي بس كنت أتربى بغيري بس الشغل معه كان رائع وفعلا أخسارة كتير كبيرة كنت يعني كنت متمنية لو يعني وقت توفى الله يرحمه اللي أهرني أنه أنا كان لسا عندي ضموح حلم أني يشتغل وهي كتير اسمعناها بوقت توفى عاتم علي الله يرحمه أخصرناك الله يرحمه الطموح تطمحي في لسا حدا ما اشتغلت معه عندك طموح تشتغلي معه هلأ لقل لك الصراحة يعني عربيا أنا ما كتير يعني أنا إذا بدي أحكي لك عن حالي يمكن تقول أنه أنا في عندي مشكلة هاتي لأشتغل أحكي لك لا تستجيب للأراء المعارضة لها صراحة صح يعني أوكي تحمل الضغينة لا لا يروي بس لكمل الجملة للأشخاص يلي تسببوا بجرح لألة ما بتسامح بسهولة تحمل الضغينة لا هاي خطأ يا جماعة لا الله يسامح الجميع لا يتضغين تجاه تعتبر هلأ هون تعتبر صاحبة شخصية معقدة لها جوانب إذ يمكن أن تقوم بشيء عكس بهو متوقع ممكن كتير فاجأ أنت منثلي غير متوقع يعني أوكي آخر شي تعاني من تقلبات مزاجية في تقلبات طيب تفضلي كاملة أنت إذا بحكي لك كنت عم تحكي لي إذا بحكي لك أنا ما بشوف كتير أنا ما بتشوف يعني حتى أعمال أنا شغلة فيه ممكن ما بتشوف ما كتير بتابع لا ما لي خلق صراحة صراحة بحقي ما علي بعرف أنه هذا غلط وهي قلة بيصل بشغلي هذا الموضوع لازم يكون في عندي ثقافة ما لك خلق ولا ما عندك هيا الرفاهية إن كان النفسية أو الحياتية لا لا ما لي خلق أنا ممكن أعود ساعات طويلة ما أعمل ولا شي ممكن فكر فيهم ممكن أجرب أكتب لي شغلة ممكن أجرب أسمع لي شغلة بس ما ما عندي إدرا أني أنا واظب على متابعة شي نادرة نادرة كتير لحتى يكون في شي كتير شاددني شو آخر شي شدك طبعتي حارة الإبن بس كان دورك كتير حلو بحارة الإبن شو هال يعني شو هال العمال هاي السنة كان عنا سوق الحرير وعنا حارة الإبن إذا أم بحكي عن عمال بيئة شامية ما أعسألك السؤال طبعا كيف تمسني بمسلسلين يعني أعمال بيئة شامية بس هو تصور قبل سوق ما ولا بالتزامن كنت عم تصوري الشخصيتين لا خلصت حارة الإبن لا بالنهايات بحارة الإبن فت بسوق الحرير آه أوكي لأنه حارة الإبن أخذ معنا نحن صورنا جزئين مع بعض تقريب السبع شهور يعني كنت أسألك عن الشخصيتين بأعمال بيئة شامية بتحسي أنه ما لا لا ما دخل ما بيتقاطعوا بأي شيء ما لنا على أبضان تابعت سوق الحرير؟ طبعا تابعت حبيت طبعا حبيت كتير كتير انتقد هذا العمل في ناس حسوا بخيبة أمل يعني بفكر وأنه في حتى بالجزء الثاني كمان نطرنا خيبة أمل لأنه كانت العنوين تعرفيها المشكلة بالتسويق للأعمال بيرفعوا السقف التوقعات جدا للمتلقي هاي مشكلة الفروبوغاندا اللي بتصير يعني بعدين شفنا عمل هلأ حتى مدام رشا سألت عنه رشا شربجي قاتلي هذا نوع مطلوب مرهوب إلو جمهوره إذا أنتو شايفين بيشبه رياليتي شو مثلا أوكي في ناس بتحبوا بتلاقيه جزاب في ناس انتقدوا التجميل كترة التجميل اللي شفناها على الشاشة بسوق الحرير هذا نوع هذا نوع هذا المطلوب يعني هذا العمل يعتمد أنه كمان لازم يكون الشكل حلو ومعتنى فيه جدا في إلو جزء تارد هلأ سوق الحرير والله مبارف إذا فيه بتشاركي طبعا يعني هذا عمل بيخصك يعني أنت اشتغلت فيه من البدايات يعني وأكيد هو مشروعك يعني فبتكمل فيه أكيد حارة الابة هلأ فيه نحن خمس أجزاء مفروض صوتوا جزئين منه ما هيك نحن صورنا جزئين وهلأ الثالث إن شاء الله سؤال عن حارة الابة وقت كنتوا عم تصوروا المشاهد هل في مشاهد مثلا كنت عم حس أنا حتى بالمشاهد اللي بتضحكوا فيها شوي في حزن فأنتوا كنتم صورين مشاهد الأسى بالأول يعني لا نحن مشاهد الأسى كل يوم كنا نصور إنه ما في أكثر منه مشاهد الأسى حسيت لازم معطرف الشاشة هتوخط أسود أو ثلاثة مشاهد أسى مشهد يعني ما في الضحكة ممكن نكون مارئين يعني يعني وانتي دايما متشنجة يعني أصدق شخصية هلأ بدك تشوف بالجزء الثاني لأنه حقيقة الجرعة كتير عالية بالجزء الثاني من الأسى اللي انت هم تحكي عنه فكان يعني كان هيك والله أرجع على البيت من هنا عيوني ورماني ومن هنا مريد راني عاكي هتوخط كان في قتل وضرب بالجزء الثاني هتاكل لك شيء لا يا مو فكرة القتل والضرب يعني محل القتل والضرب بس هو نفسيا أنت تتلف يعني لأنه وعلى حظنا كانوا يعني مشهد وراء مشهد وراء مشهد والحالة كانت بالجزء الثاني بكرة بتشوف الحالة يعني كتير فكرة الفرح يعني معدومة شبه معدومة يعني فكان كتير صعب إن شاء الله بانتظار الجزء الثاني إن شاء الله يا رب أنا باعتذر من كل اللي يشوفونا هلأ بس أنه ما عم بقدر إلى التعليقات اللي عم توصل بس هلأ قبل شوي حدا طلب طلب خاص اللي بالله يتقل له بعد إذنك تبقي شوفي ستورياتنا على الإنستجرام اللي عم نزلك أنا آسفة أنا آسفة أنا آسفة كتير والله أنا باعتذر من الجميع اللي ستعاملها شي 150 منشن وما أنا آسفة باعتذر من الجميع والله العظيم أنا نادرا لأفتح الإنستجرام وحقيقة أنا بحس أوقات إنه لأ عيب أنا لازم أفتح الإنستجرام ولازم نزل بوست وبعدين بقول يلا يلا بكرة بكرة وحقيقة أنا بنسى يعني مو أنه أنا عم بتجاهل حدا أنا فعلا ما عم بفوت الإنستجرام ممكن فوت بس أعمل للنوتيفكيشنز عمل لون ميوت أطلع يا ذاتك ما قلت هذا نشاطك حتى بخافة بلحي قبل ما تخز من ساعة تفوت ساعة السابعة هذا نشاط هذا نشاطك نشاطك على الإنستجرام مام الميوت طيب كمان حدا وقت سألتك كيف الشخص بفوت لحياتك كيف اليوم سيدة مستقلة سنجل مام هاي التجربة الكبيرة هذا النضج بهذا العمر كيف ممكن شخص بفوت لحياتك شو المفاتيحك شو الشيفرة والله أنا ما بعرف يعني بدك الله يعينك بدك تشفوه عظوها ما في الشيفرة ما قصد شيفرة يعني هي يعني لازم يكون حدا كتير معجب بنادين الممثلة مثلا يعني برلك ولا لازم العكس تماما ما يجي بصيرة لا هو إذا جاي لأنه معجب بنادين الممثلة هذا مستحيل انسى استحالي لا بس يعني انت عم تحكي كرجل يعني لازم يكون رجل رجل حقيقي يعني لازم يكون حدا بيحترم حاله حدا صادق بكلمته حدا بالمواقف موجود تحسه سند يقول الكلمة تكون كلمة يعني رجل شفت مبارح شي لأصالها سألوها انه ترجعت تزوجي قاتلون انا فشلت بمؤسسة الزوج لا انا ما ما بقلك هيك لا لأنه هو الفشل ما له علاقة فيني انا اكيد يعني ولا في يعني هي مغضبت العلاقة بانه نحن اتنين مع بعض بس هذا ما بيعني انه هي المؤسسة فاشلة انا ما بشوف فاشلة بس انا بشوف انه هي خطيرة يعني تفشل لأنك انت في تفاصيل صغيرة ما بتعطيها اهمية بالاول بعدين تكتشف انه هاي التفاصيل اللي ما عم تتراكم هي كل الحياة هي كل شي هي اللي بلحظة هتعمل القنبلة الموقوطة وتفجر الدنيا كلها يعطيها هاي التفاصيل اللي انت تقول اوكي ماليش مو مشكلة بسيطة هاي القصة حبه ايه بعدين تلاقي طلعت كلها شخصيتك هتبحس انه انت فردانية جدا طبع انه ولا لا اجتماعية لا ام بحكي انه كشراكة يعني انه شريكة فعلا ولا لا بتحسي انه بعض التجربة الاولى اللي صارت لا وكيد في تجربة علاقات عمومك انا شريكة كتير يمكن هاي المشكلة انك شريكة كتير كمان بمطارح معي يعني ممكن تحص تصل القصة انه انت ما لك علاقة بهاي القصة ليش عم تساوية هاي مو مهمتك عادي على جنب يعني انا بالنسبة لي انا شريكة زيال ما كنت عادي على جنب بس تربيت لا افكرة بتجعي بتوعي من نفس ما عارف عندك اصدقاء طبعا عندي ميح اقلال اقلال بس هدول اللي بيستحقوا انه ينقال عنهم اصدقائي وما بيهمني ان يزيد العدد شكله كتير اقلاليني شخصين لا مو لهالدرجة بس يعني اصدقاء 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 هدول بس يعني الحياة هي كافأتني فيهم انا متخيلة كنت انه مثلا عندي رفيقة صار انا وياها 35 سنة رفيقتي نوات ما كنت بالتحضير هاي اختيبة هاي من رفيقتي هاي ما الاعلاء بالصداقة وفي عندي اصدقاء يعني الدنيا كافأتني فيهم متخيلة انه مستحيل انه يكون يكون لأصدقاء غير هاي الرفيقة بس الحمد لله نسلم على اذا عم يسمعونا دلهم السلامة كتير سألتك عن حارة الاب سألتك عن سوء الحرير بس ما سألتك عن الكندوش لا تسأني عن الكندوش لانه الكندوش انا مالي من صناع العمل يعني انا اللي يطرف فيه لانه والدي هو اللي كتب فما بتحبي تدخلي بها يعني انا انا ما حا اقدر مو ما بحب يعني مو انا اللي كاتب النص ولا انا اللي شفت كيف تتحول النص من الورق للشاشة وشو اللي يتغير فيه وشو التفاصيل اللي محت وشو الخطوط اللي تغيرت فانا قد ما حكيت يعني ما رح وصلك للمعلومة المطلوبة بعيدا عن اي معلومة انا كان من ثلاثة ايام التقيت بالاستاذ حسام تحسين بك وسألته انه كيف تبعت المسلسل اللي انا بيتشرع انه اللي كانت حتيجين الجلطة وعشت عن مهديقات قديش صعب عليك والدك بعيدا نحنا حتى نقل له كل يوم انه بابا خلص الله لا تتفرج عن المسلسل لا تشوفه لا تشوفه لا بدي يشوف يشوف يرجع يتدايق من صدره يتدايق قضينا شهر رمضان على عصابنا لانه في اشياء كتير يعني تغيرت انا ما فيني احكي انا ما له مخول لاني انا احكي صاحب العلاقة هو بيحكي بس انا فيني اقلك عن رأيي بالنص اللي انا بعرفه كيف مكتوب والي هو مشروع حقيقي لبابا يعني ما بيشبه النتيجة يعني وهذا ما فينا نقول انه الشركة المنتجة قصر يطلع الشركة المنتجة منعرف كتير مني حد ايش قدمت لهذا العمل ولكن فيه يبدو يعني شي صار بالنص يعني فيه الفكرة ما كانت مكتملة بالزهن وواضحة والصورة كانت واضحة فصار فيه هذا فصار فيه هاي النتيجة بين النص والنتيجة هذا مشروع عمره كان بالاستاذ حسان هلا احنا متفاقلين انه بركي ان شاء الله بالجزء الثاني بيكون تغير شي تلافو شوية مشاكل يعني ان شاء الله خاصة انه هو عمل كمان تصاعدي مثل حارك الاب يعني الاحداث اهم بكتير بالجزء الثاني على عموم يا جماعة الاستاذ حسان بألف خير انا لتقيت فيه هلا كمان ندينا متطم منه وقال لي عم يكتب هلا فيه اشي عم يكتبه وكان راية يعني بس لفتني شغلي انه هو كان يلتقينا فيه بلوكيشن عمل وعم بيمثل حرام شي 30 صحة فيه نفس السؤال اما قال لهم انا عم مثل يعني خاص شلولي كندور انا بدي فوت بالشخصية نفتكير فمنسلم عليه سلام كتير كبير تعبناها كتير فكرة كيف صرت الساعة نعم ساعة العشر داية كاملة ناخد فاصل صغير بعده منرجع للجزء الأخير كصغير شو رأيك هيا تفضل يولا نروح لفاصل صغير بعده منرجع نكمل حوار اليوم الممتع مع النجمة السورية نادين تحسين بيك عنا جديد مساء الخير مكملي معكم على هوى شام اف ام بهذا الحوار اللطيف الظريف الدافي مع النجمة السورية نادين تحسين بيك اهلا وسهلا فيك على شام اف ام كيفك هلا حاليا روا انا مبسوطة كتير والله نحن مبسوطين ردود أفعال نبض الشارع تعالي نشوف نبض الشارع على الحوار يالله هكي نشوف لفتهم فقرت أكتر شي عم قل لك الصفات صح وغلط فعم بيقلولي انه فعلا بتعترف بحبها اذا هي كانت يعني بتعترفي بكل جرأة بال اه طبعا يعني وين مشكلة ما بتوحي يمكن انه انت غير مبادرة بتوحي انه لازم يتبادر لك اكتر ما تبادري انا من الناس اللي ما بحس بشي بقوله يعني ما بعتبره بتنتقص مني هذا شي حقيقي جواتي اذا حسيت فيه بقوله ما عندي مشكلة بكل بساطة بكل بساطة من الاخر طبعا طيب كمان اه اه التهي قلتي عليها غلاط لا تستجيب للأراء المعارضة قلنا صح بسبب لي برأس اوكي ممكن اعطيك المساحة انك تعبره عن رأيك بس بالاخر بدي عملي برأس مين اللي بينصحك بنظر عليكي هلأ حالية ولا حدا انه كله مقتنع انه انا مستهي رد عليك اقنعت الجميع تجعي ممكن تغلطي توقعي بنفس المطب مرة ثانية وتالتة يعني هيك بتكرري اخطائك لا لا بتربى بسرعة والله ولا يعني لا بتعرفي تقولي لا اي صعبة لا هلأ صار هلأ في اخطاء بتعلم منها وبيبقى شايفة يعني بعرف اللي قدامي مثل تعرفوا هده تبع شايفك بس عايفة يعني انا ببقى عرفانة اللي قدامي شو عم بيعمل مرئية مرئة بس بمزاجك بتمرئ ايه طبعا بمزاجك يعني ونتشي غصبن عني يعني بس المحصلة بتقول خلص اوكي اوكي اسألة بحبها كتير اوكي اوكي هل انتي نكدية يعني حتى لو كنت نكدية ما رحول اني نكدية هل لكني انا كتير كيوت وفريش ومروئة دائما اوكي لا ليك انا مزاجي اوقات لما بيقلب يعني لو بيصير سيئ نعم بيروح للاقصى بس انا بالعموم ما لنكدية يعني ما بدور على المشاكل وما بحب النق بكره النق كتير بايشي حتى لو شغلي انا بدي اياها كتير ضروري مستحيل نق عليك فيها مستحيل يعني فما بحب النق وما بحب حدا ينق علي لا نق على حدا ولا حدا ينق علي وهذا كله بعتبرون اكد انا يعني ونق يعني انه انا هيك وانا حياتي هيك وانا مدري شو عم بصير معي هذا كله ما بحبه خلاص الحمد لله لا انا اذا صار معي اي شي سيء بحياتي بتأكد انه انا السبب لو ما انا عم بتصرف غلط بحق حالي ما كنت سمحت لحدا يا الله طمعي وما كنت حصدت هيك نتيجة انت اللي بتظلم نفسك ما حدا بيظلمك سواني يا جماعة فكرة مهمة انت لم تحكي فيها يعني انت مع انه غالبا مرحول لانه احيانا في ظلم نتعرض له بيكون عن جد خارجا لإرادة بس غالبا نحنا منكون مساهمين بالظلم بوقو الظلم علينا طبعا واتأكدت لي القصة اكتر انا من فترة بتابع اليوتيوب دكتور اسمه احمد عمار كان عم بيحكي عن الشخص طبعا دكتور عظيم يعني فكان عم بيحكي عن الشخصيات اللي هي وين وين ولوز وين مهم اكتشفت اني انا اللوز وين يعني هو اللي هذا الشخص اللي بيهمه انه يعمل الاشياء اللي بتساعدك على حساب حاله فهذا النوع من الاشخاص هو اللي بيجذب الاشخاص الاستغلاليين لحياته هاي واحدة من الاشياء اللي انا مأزم بي فيها بحق نفسي فقررت من وقته اني انا ما كون هاي النوع من الشخصيات صير وين وين انه اوكي بعمل الاشياء بس بما يناسبني انا كون انا مرتاحة يعني وفعلا اختلفت الحياة معي هذا واحدة من الاصاص تغامري مغامرة فيما بيقلك هاي رأيين يعني في حدا بيقلك انه لأ خلينا عالساف ساعد بعيش حياتي مبسوط وراضي فيما بيقلك انا عايش حياتي مرة بدي غامر حتى بممكن بمشاعري لا يمكن لما كنت اصغر كان ممكن غامر هلا القصص كلها تختلفت بالنسبة لي يعني حتى الجدوى من الحياة بالنسبة لي تختلفت يعني كنت قبل الحياة مفتوحة قدامك وبدك تعمل وبدك تساوي بس بعدك بعمرة نديل بيسمعك بيقول قديش عمرك هي ما لعلاقة بالعمر هي لعلاقة بالتجارب اللي انت مريت فيها عمر تسجوبي تماما يعني هي التجارب وكم التجارب أو قصبة التجارب أو عمق التجارب اللي انت مريت فيها بحياتك هو اللي بيقسم عليك فهلأ صرت لا أنا هلأ أم عندي بنتي اللي هي أهم شيء بالعالم حاليا اللي بيهمني انه هي تكون متاحلة الى كل شيء بالحياة قدم كل شيء علي تجاهها لحتى هي بعدين لما تنضج وتكبر تختار هذا الأكثر شيء بهمني حاليا فأنا ما عندي استعداد غامر بأي شيء بالعالم لأنه عندي هذا هاي الزاوية هاي الزاوية المقدسة كمان ما بعرف ليش أحمد عم يسألك أنه بتكوني مبتسمة لما تفيقي مبتسمة أنكد واحد بالعالم أنا حاليا لا حوله ولا صراحة يعني أنا في بس ما في يعني أنا في فتح حيوني بس ما تكون في قتل لازم أشرب النس كافي لحتى أنا أقدر إذا أول ما في فيق تجي بتحكي معي وحكما ما حرد عليك وحهز برأسي وإذا ضليتك عم تحكي حقلك معلش تستناني إلى فيق بعدين منحكي أعطيني نص ساعة هون شربت خلص بصير بقدر أفهم عليك يعني أنا ما بكون فهمان أشيء بس بس إنه في أعلى مشاكل وكذا ونكد وأرف لا بس إنه بدي وقت لفيقين بالختام سارة عم بت كانت عم بتكتب كاتبك كتير كلام حلو وعم بتقول إنه شكلك حلياني هي قلت كبرتك حلياني بس إنه هي حلياني كبرتك حلو قديش غريب وقت تشوفي مثلا صبايا أو شباب بتحسيون كبار بس أقول لك إيه نحنا ما نتابعك موقت ما كنا صغير هي مو غريبة هي بتوجع متأر إنه لا أنت كنت تتابعك ما أنت أدل شو بس أنت مجرى كتير صغيرة هلأ أنا بليشت كان من 19 سنة لا إذا عشر سنة هي مو محسوبة يعني بدك إذا بدك تحسب 21 سنة متواصلة إن كانوا من 19 هلأ يعني هلأ بهذا الشهر بطبيعي الأربعين أربعين شو سنة أربعين سنة أنا بالويكيبيديا بنزليني موليد 22 حزيران يا 78 يا 79 أنا لا موليد 12 سبعة و 81 طلال لك هويتي إذا بندك لا صادقة شو يعني أربعين والله ما بعرف بس كأنه ممتع أكتر من أي عمر تاني بناء على شو هيكي بناء على الحالة العقلية اللي عندك بتصير توازن نضج وطريقة كيف أنت بقبلش أنت تتحكم بحياتك وتعرف كيف تستحكم الحياة لحد تستمتع فيها يعني كانت بالقبل الحياة حسا هي عم تاخدني وتجيبني هلأ لأ هلأ صرت تحس أنه أنا اللي متحكمة بتخافي أنه زمان يغلبك هلأ هو بدي يغلبني بدي يغلبني آخر شي يعني ما بدي يفكر بأشياء حكما بتصير يعني آخر شي بدي يكبر وخطير ووصل لمرحلة زمان إذا عشدني الله يتقول بأمرك الله يسلمك يا رب فأنا علي أعمل اللي علي يعني اشتغل حاول فكر صح أعمل خطوات صحيحة بحياتي حتى مع الأشخاص اللي بحياتي كيف كون كيف أتصرف معهم أنا عندي قناعة أنه أي بني آدم إيجابي بالحياة تعطي إيجابي مع الناس ما بيأزي حدا ما بيضر حدا ومركز ونفوكيس على شغله وعلى حاله ومو مركز مع الناس فلان شو عميل وفلان شو صح أنا ما بيعنيني حدا أبدا أبدا أنا بيهمني ركز على نفسي في عندي أشياء بحياتي بدي أعملها خلص أنا رايح على هذا الهدف بقي ما تبقى لا يعنيني تحسين بهذا العمر بده يصير كل شيء مدروس يمكن بمطارح بده يصير الخوف شوي مرتبط بأي خطوة بدك تعملية تحسين أنه خلاص أنا بوقت ما لازم أغلط طبعا بس أنت بيصير في عندك ثقة بنفسك أكتر أنك أنت ما رح تغلط يعني قبل اكتشفت أني أنا كنت ما خاف من الأشخاص اكتشفت أني أنا كنت خاف من حالي كنت ما قرب من الناس كنت فكر أني أنا خايفة منهم بس هو حقيقة أنا كنت خاف من حالي أنا ما كنت أثق برأي ما كنت أثق بقراراتي فهلأ يعني هلأ بعد ما صار عندي شوية ثقة بأفكاري وقراراتي بالحياة سواء على التعامل الشخصي مع الناس أو بشغلي أو بإيشي تاني فصرت مرتاحة أكتر يعني ما عاد عندي هذا الخوف والهاجز يعني طيب بس إذا بنسكر الباب يا جماعة في أصوات عم توصل لعنا من شو بتخافي اليوم بس بخاف على الأشخاص اللي أنا بحبهم هذا الشيء الوحيد اللي بخاف عليه يعني أنا ما بخاف من شيء يعني حاط عيني بعين الله وماشي بهالحياة أنا بخاف على الناس اللي بحبه بس يعني الله يديمون فوق راسي أمي وأبي وأهلي وبنتي وما بدي شيء تاني عندك فوبي هاي الفقدان الخسارة يا والله هاي بعاني منها أنا حياتا حاسألك سواء ما بازل بتتقاطعي أو إذا أنا عندي هي غريبة حين بتخيل السيناريو يعني ما بعرف ليش بصير بزعل يعني فوت بالموت بس بتخيل أنه ممكن أخسر حد بحط يعني حدا ببالي وبتخيل هاي الحالة بعدين سألنا يعني حدا أخصائي نفسي صار يقول لا أنه فورا فكر بالفكرة طلعت ملح حالي يعني يعني قال لي لا التواصلي درجة كتير عميقة قال لي فكر فورا بالفكرة اللي عكسها أنا ضغري بعمل ستوب لأفكاري يعني أول ما بحس أنه الفكرة رح تجي فورا بوقفها وبصير بلتهي بأي شي تاني ما بقدر فكر بفكرة تاني العلاقة بالموضوع بصير يعني بلهي حالي بأي فكرة تاني بأي شي تاني أنا آسف كتير ما بدي حكي عن الموت بس متصالحة يعني بتحسي أنت أنه مع هي التجربة كلها والخبرة بالحياة بتحسي أنه أنت جاهزة بعيد الشر أنا بحكي بشكل عام بعيد الشر بعيد الشر بس عموما بتحسي حالك أنه بتتلقي بأي شي صرطي بطريقة مختلفة صار في هذا لا ممكن كل شيء يتلقي قابل إلا إلا هي القصة بسيطة وعادي يعني كله عادي كله عادي إلا هي القصة لا يعني أنا ممكن إلا أنا من الناس اللي ممكن إذا وصلني حكي لأدني أنه عم بنحكي علي ومكذا ما بيهمني معنى كودانية يمكن أساساً ما بيهمني ما بيهمني أي شيء بس هاي القصة بالذات خلينا بعيد عنا تماماً في فكرتين على السريع حنقولهم مرة كنت بالمول شفتك فالصبايا تطلعوا فيك نظرة بالأمان هلأ أنت ما كنتي فارتية كمان للضحكة عادي يعني أنا عم بتتصرفي بش شفت أنه عرفتك قديش بتشوفيهم لهذون النماذج يومياً تبقى أنه هو أنا لك أنا ما فيني لومة ولا سبب هننا ليش متوقعين إحنا كفناني لازم نمشي بالشارع ومتضحك ماني فهمان إليه يعني أنا مجنونة مثلا نمشي ممتزي من طول الوقت كانوا يقولوا عليه لقيمة قال بتمشي بالشارع ما بتضحك كيف تيضحك أنا وماشي بالشارع هزلي ليش ممكن عندك رفعت حاجة بنتي ما بتنتبه والله ما بنتبه يعني بعمل بوتوكس بعمل بوتوكس مشانا هي الأطفال بس بس هناك كمان قيمك عنه هنه بيتوقعوا يعني ممكن هنه يكون حاطين احتمالات الأولانية أنه أنت أكيد شايف حالك بيحكموا عليك وبيقرروا على هذا الأساس بيقرروا وبيعملوا لدتفاعل وبيتصرفوا على هذا الأساس تمام هاي مالا مشكلتي يعني أنت ما جربت أنك تحكي معي وتسلم علي بحطك على رأسي وبين عيوني يعني بس عادي يعني اللي بيزورني يزورني يعني اللي بيحبني يحبني اللي ما يحبني يعني أتمنى الناس تحبني بس اللي ما بيحبني أنا ما فيني أجبره بالمحصلة أنت ما فيك تكسب محبة كل الناس وما فيك ترضي كل الأزواء في ناس هتحبك كثير وفي ناس ممكن تكرهك هيك بقرار بسيناريو بدون أي سبب يعني بس أنا تشوفك هيك يعني على تيفيزيون ممكن فيك شي ما يعجبه فتصرت تضايق من وجودك خلاص تاخد خلاص هذا حقه يعني بختام اللقاء شام أفهم صار عمرنا 14 سنة إن شاء الله العمر كله بتتذكري حالك بهذا العمر؟ بتذكر أكتر شي أني كنت كتير 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 نحيفة لدرجة أنه مرة واحد كان مارئ بالشارع من 16 قال لي أعد طقي يعني ما أدري ما يوقفوا بس بهذا العمر أنا كنت كنت هيكي شايفة الحياة كتير وردية وحلوة وعندي أحلام وطموحات ودي أعمل والدنيا وناشحة هلأ تاسع وحاسة حالي عم بكبر شغلة صبية صرتي نجمة النجمات خليلي ياك يا رب على بآخر اللقاء حاج توضع لأنه والله إنك طلعي بس على الوجوه بشرفك طلعي على محبة لنا تسمي لشوفك ناس كتير بتحبك أنت نجمة إليك وجودك وحضورك ومبدعة ومنشوف حالنا فيكي أنه نحن عنا ندين تحسين بك الله يطول بعمرك ويبعث لك الراحة يا رب دايما وطولة العمر وأهم شراحة البال أنا بدي أتشكرك كتير اليوم على هذا اللقاء أنا بصراحة وأنت بتعرف أنا مالي من الناس اللي بحب أعمل اللقاءات بس حقيقة أنا مستمتعة وفعلا وحيات الله المجابع لي خلص الوقت شكرا كتير لألك كتير تشرفت فيك وبكل الكاست الموجود شكرا جزيلا لألك الوردات الحلوين هلأ بعد اللقاء ونتصور كلنا سوا شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني وهي ما أنا محسوبة أتمنى هلا أنا ما رجعي بعض زمحاني بعدش خمسة عشر سنة إذا بتقولي أي على اللقاء يكون اللقاء شكرا جزيلا النجمة السورية نديم تحسين بك